اشتركوا في القناة وبالتالي تلاحظون أمامكم أشكال هندسية ويطرح سؤال ما الشيء المشترك بين هذه الأشكال ماذا تلاحظون يا عزائي أبطال ممتازين تلاحظون أن هذا الشكل له أربعة أضلاع الضلع الأول الثاني الثالث الرابع وكذلك أربع زوايا وكذلك هذا الشكل ماذا تلاحظون أبطال أربعة أضلاع أيضا هذا الضلع الأول الثاني الثالث الرابع وكذلك أربع زوايا والشكل الثالث ماذا تلاحظون عليه أيضا أبطال أبنائي أربعة أضلاع أيضا هذا الضلع الأول الثاني الثالث الرابع طبع إذن الشيء المشترك بين هذه الأشكال كل منها له أربعة أضلاع السؤال الآن الآخر بما أن هذه الأشكال لها أربعة أضلاع فماذا تسمى وما هي خصائصها ومسمياتها هذا ما سنعرفه من خلال التعريف التالي والأمثلة القادمة بإذن الله فتابعوا معي الآن تعريف الشكل الرباعي الشكل الرباعي هو مضلع له أربعة أضلاع وأربع زوايا الآن بعدما تعرفنا على مفهوم الشكل الرباعي دعونا ننطلق إلى مسميات الأشكال الرباعية ونتعرف مع بعض عليها عند الشكل الرباعي الأول مستطيل نأخذ مثال عليه وهذا مثال على المستطيل أربعة أضلاع وأربعة زوايا من الخصائص له كل ظلعين متقابلين متطابقان لاحظ معي كل ظلعين متقابلين متطابقان أين الأضلاع المتقابلة ممتازين هذا الظلع يقابل هذا الظلع إذن هو مطابق له إذن يقصد بكلمة متطابقان لهم نفس القياس نلاحظ ذلك لاحظ معي الآن هذا الظلع وهذا الظلع أيضا متقابلين فمتطابقين لاحظ نفس القياس لم يختلف في القياس إذن كل ظلعين متقابلين متطابقين لهم نفس القياس وكذلك لدي هذين الظلعين هما متقابلين أيضا ومتطابقين نتأكد من ذلك لاحظ معي الآن سنقوم بسحب هذا الظلع ووضع على هذا الظلع فنجد أنه مطابق له في القياس الخاصية الأخرى جميع الزوايا قائمة هذه الزاوية قائمة وهذه الزاوية أيضا قائمة وهذه الزاوية قائمة وهذه الزاوية قائمة أيضا ويقصد بالزاوية القائمة قياسها 90 درجة نأخذ أيضا الخاصية الأخرى كل ظلعين متقابلين متوازيان ماذا يقصد بمتوازيان؟ أخذنا هذا المفهوم سابقا متوازيان أبطال لا يتقاطعان مهما امتدى تعالوا نلاحظ ذلك هذا الظلع يقابل هذا الظلع مهما قمت بمد هذا الظلع ومد هذا الظلع فهما لا يتقاطعان أبدا وكذلك هذين الظلعين متقابلين مهما قمت بمد هذا الظلع ومد هذا الظلع فهما لا يتقاطعان نأخذ أيضا شكل الربعي آخر المربع مثال عليه هذا هو المربع من الخصائص له جميع أضلاعه متطابقة ماذا يقصد بجميع أضلاعه متطابقة أبطال جميعها متساوية في القياس فهذا الظلع مساوي لهذا الظلع في القياس ومساوي لهذا الظلع في القياس ومساوي لهذا الظلع في القياس كلها متساوية في القياس فمثلا لو كان هذا طول 5 صانتي فهذا أيضا 5 صانتي وهذا أيضا 5 صانتي وهذا أيضا 5 صانتي هذه الخاصية الأولى الخاصية الثانية جميع الزوايا قائمة لاحظ معي جميع الزوايا قوائم قياسها 90 كل واحدة فيها الخاصية الأخيرة كل ظلعين متقابلين متوازيان لاحظ معي هذا الظلع يقابل هذا الظلع وموازي له وهذا الظلع يقابل هذا الظلع وموازي له نأخذ أيضا 6 صانتي نأخذ أيضا 6 صانتي نأخذ أيضا 6 صانتي متوازي أضلع وهذا هو متوازي الأضلع نأخذ الخصائص عليه كل ظلعين متقابلين متطابقان لاحظ معي هذا الظلع يقابل هذا الظلع إذن متطابقان متساويان في القياس وكذلك هذا الظلع يقابل هذا الظلع إذن متطابقان أيضا كل ظلعين متقابلين متوازيان هذا الظلع يوازي هذا الظلع وهذا الظلع يوازي هذا الظلع إذن أخذنا الآن ثلاث أنواع من الأشكال الربعية المستطيل والمربع ومتوازي الأضلع ولكل منها خصائص تميزه عن الآخر أيضا أشكال الربعية أخرى فلدي المعين مثال عليه هذا هو المعين خصائص المعين جميع أضلاعه متطابقة لاحظ هذا الظلع يساوي هذا الظلع يساوي هذا الظلع يساوي هذا الظلع جميع أضلاعه متطابقة وكذلك يقول أحد زملائكم المربع جميع أضلاعه متطابقة فما يميز المعين عن المربع ممتازين لاحظوا معي في الخصائص لم يذكر أن زواياه قوائم فالمربع زواياه قوائم أما المعين ليست زواياه قوائم أيضا كل ظلعين متقابلين متوازيان هذا الظلع يقابل هذا الظلع فهو موازلة هذا الظلع يقابل هذا الظلع فهو موازلة لا يتقاطعان مهما امتدى نأخذ أيضا شكل آخر شبه منحرف وشبه المنحرف له لدي شكلين بهذا الشكل وهذا الشكل وسنتعرف على كل واحد منهم وخصائص من خصائص شبه المنحرف أن في ظلعان فقط من أضلاعه المتقابلة متوازيان لاحظ جيدا ظلعان فقط من أضلاعه المتقابلة متوازيان هذا الظلع يقابل هذا الظلع فهو موازيان فقط ظلعين وهذا الظلع يقابل هذا الظلع وهو موازيان لو طرحت سؤال هل هذا الظلع وهذا الظلع متوازيان أبطال ليس متوازيان لأنه عندما تقوم بمد هذا الظلع بهذا الشكل وهذا الظلع بهذا الشكل سيتقاطعان ومن خصائص التوازي أنهما لا يتقاطعان أبدا إذن ذي العام فقط من أضلع المتقابل المتوازيان كما تلاحظون أيضا أنه لم يذكر أن جميع زواياه قوائم قد يكون فيه زاوية واحدة قائمة ولكن ليست جميع زواياه قوائم بعدما استعرضنا الأشكال الرباعية ومسمياتها وخصائصها واخذنا عليه أمثلة بسيطة دعونا ننتقل إلى الأسئلة التالية صف الأضلع التي تبدو متطابقة في كل شكل رباعي مما يأتي ثم أذكر ما إذا كان أي من أضلعها تبدو متوازية أو متعمدة نأخذ السؤال جزء الجزء الأول صف الأضلع التي تبدو متطابقة في كل شكل رباعي مما يأتي الآن يريد مني أن أقوم بوصف الأضلع المتطابقة ماذا تلاحظون على هذا الشكل؟ أبطال زميلكم يقول ألاحظ أن هذا الضلع يقابل هذا الضلع هل هو مطابق له؟ لاحظوا معي سأقوم الآن بسحب هذا القطع المستقيمة ووضع على هذا القطع المستقيمة سنجد أنها مطابقة لها إذن هذان الضلعان متقابلان وأيضا متطابقان وكذلك لدينا أنهما متوازيان مهما قمنا بمدهما إذن نستطيع أن نقول كل ضلعين متقابلين متطابقان ومتوازيان وكذلك الضلعين الآخرين هذا يقابل هذا الضلع وهو مطابق له وأيضا موازي له وكذلك لو تلاحظون معي أن كل ضلعين متجاورين متعامدان إذن كل ضلعين متجاورين متعامدان عمودي عليه ماذا يقصد بعمودي؟ أخذناه في درس سابق أن الزاوية بين هذين المستقيمين زاوية قائمة إذن هو عمودي عليه دعونا ننتقل الآن أيضا إلى سؤال آخر صف الأضلع التي تبدو متطابقة في كل شكل رباعي مما يأتي ثم أذكر ما إذا كان أي من أضلعها تبدو متوازية أو متعامدة ماذا تلاحظون على هذا الشكل؟ أبطال زميلكم يقول لاحظ أن هذا الضلع يقابل هذا الضلع وهو مطابق له وزميلكم أيضا يقول لاحظ أن هذا الضلع يقابل هذا الضلع وهو مطابق له أيضا وكذلك زميلكم الآخر يقول ألاحظ أن هذا الضلع أيضا مطابق لهذا الضلع ومطابق لهذا الضلع ومطابق لهذا الضلع إذا ماذا نستنتج؟ أبطال ممتازين نستنتج أن الأضلع جميعها متطابقة صحيح وكذلك نلاحظ أن كل الضلعين متقابلين متوازيان لأنه الجزء الآخر في السؤال اذكر ما إذا كان أي من أضلعها تبدو متوازية أو متعامدة فنلاحظ أن هذا الضلع مقابل لهذا الضلع وكذلك يوازيه مهما قمت بمد الضلعين لا يتقاطعان أبدا إذن نستطيع أن نقول أن الضلع المتقابلة متوازية وكذلك هذا الضلع يقابل هذا الضلع فهو متوازيان مهما قمت بمد هذين الضلعين لا يتقاطعان أبدا هل هم متعامدان نعم نلاحظ أن كل الضلعين متجاورين هذا الضلع باللون الأحمر والضلع باللون الأخضر متعامدين لماذا؟ ممتاز صحيح لأن بينهما زاوية قائمة فدعونا الآن ننتقل أيضا للسؤال آخر صف الأضلع التي تبدو متطابقة في كل شكل رباعي مما يأتي ثم أذكر ما إذا كان أي من أضلعها تبدو متوازية أو متعامدة لدي هذا الشكل الرباعي ماذا تلاحظون على هذا الشكل الرباعي؟ أبطال زي منكم يقولون لاحظ أن هذا الضلع يقابل هذا الضلع وهم متوازيان مهما انقبت بمد هذا المستقيم وهذا المستقيم لا يتقاطعان أبدا ماذا تلاحظون أيضا؟ ممتازين زي منكم يقول لاحظ أن هذا الضلع وهذا الضلع غير متوازيان لماذا؟ لأنه إذا مديت هذا الظلع بهذا الاتجاه وقمت بمد هذا الظلع بهذا الاتجاه سيتقاطعان إذا ماذا تلاحظون؟ أبطال أمتازين ظلعان فقط من أضلاعه المتقابلة متوازيا هذا الظلعان فقط إذن من خلال المثالين السابقين وهذا التدريب تعرفنا إلى طريقة وصف الشكل لأنه من خلال وصف الشكل أستطيع أن أقوم بتسميته فاسمحوا لنا الآن ننتقل أيضا إلى أمثلة أخرى وأسئلة أخرى للتعرف على أشكال ربعية بشكل أكبر مثال ثلاثة أوجد عدد الزوايا الحادة في الشكل الرباعي التالي لاحظوا جيدا ماذا طلب مني؟ عدد الزوايا الحادة فما هي الزاويا الحادة؟ أولا لابد أن يعرف ما هي الزاويا الحادة الزاويا الحادة قياسها أكبر من الصفر وأقل من التسعين درجة نلاحظ ذلك هذا مستقيم ولدي هذه المنقلة لقياس الزوايا لاحظ معي الآن ماذا سأعمل؟ الآن سأحدد الزوايا الحادة لاحظ جيدا أكبر من الصفر أنا عند الصفر هنا وأقل من التسعين سأقوم بهذا الاتجاه من اليمين إلى اليسار سأبدأ من الصفر الآن لاحظ معي هذا الصفر 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 هل هي 90؟ لا أقل من التسعين كم أقل من التسعين؟ فلاحظ معي هذا السهم لاحظ أقل من التسعين إلى هنا أقل من التسعين قد تكون 88، 89، كله أقل من التسعين ولكن عندما تصل 90 تصبح قائمة إذن أقل من التسعين هي زاوية حادة لاحظ معي في هذا الشكل لو لاحظنا هذه الزاوية هل هي زاوية حادة؟ أقل من التسعين؟ أبطال نعم هي أقل من التسعين وكذلك هذه الزاوية أقل من التسعين إذن عندي زاويتين حادة طيب الآن هل هذه زاوية حادة؟ أبطال زي منكم يقولون لاحظ أن هذه أكبر من التسعين إذن هي ليست زاوية حادة إذن يوجد زاويتان حادة فقط سؤال آخر أوجد عدد الزاوية الحادة في الشكل الرباعي التالي لاحظ معي جيدا في هذا الشكل ماذا تلاحظون؟ أبطال تعريف الزاوية الحادة قياسه أكبر من الصفر وأقل من التسعين درجة ولكن ماذا تلاحظون على هذا الشكل؟ ولكن ماذا تلاحظون على هذا الشكل؟ أبطال زميكم يقولون لاحظ علامة الزاوية القائمة فهذه الزاوية قائمة تسعين وهذه تسعين وهذه تسعين وهذه تسعين وتعريف الزاوية الحادة أقل من التسعين إذن هل يوجد زوايا حادة؟ أبطال ممتازين إذا لا يوجد زوايا حادة لأن جميع زواياه قوائم سؤال آخر أيضا أوجد عدد زوايا الحادة في الشكل الرباعي التالي من يعرف للزاوية الحادة؟ أبطال الزاوية الحادة قياسه أكبر من الصفر وأقل من كم من التسعين ماذا تلاحظون على هذا الشكل؟ ممتازين زميلكم يقول لاحظ أن لديه هنا علامة الزاوية القائمة فلديه هنا زاويتين قائمتين ممتاز إذن هذه زاوية 2 قائمة 90 فال90 ليست حادة لأنه يقول أقل من التسعين وهذه الزاوية لاحظ نلاحظ أن هذه الزاوية أكبر من التسعين إذن أيضا ليست زاوية حادة بينما هذه الزاوية هي زاوية حادة لأنها أقل من التسعين إذن يوجد زاوية واحدة حادة دعونا ننتقل أيضا إلى سؤال آخر أوجد عدد الزوايا المنفرجة في الشكل الرباعي التالي ركزوا معي جيدا عدد الزوايا المنفرجة فما هو تعريف الزاوية المنفرجة؟ الزاوية المنفرجة قياسها أكبر من التسعين درجة وأقل من مية وثمانين درجة دعوني أبضحها لكم بشكل أكبر من خلال هذا التمثيل لديه هنا مستقيم وهذه منقلة لقياس الزوايا فالزاوية المنفرجة أكبر من التسعين إذن هنا أكبر من التسعين وأقل من مية وثمانين هذه مية وثمانين إذن الزاوية المنفرجة هي أكبر من التسعين لاحظ معي في هذا الاتجاه تسير هنا التسعين التي باللون الأزرق نتجي ناحية اليسار فهي أكبر منه قد تكون عند المية أو المية والعشرة أو قد تكون أكبر من المية وثلاثين أو أكبر من المية والخمسين أو تكون أقل من المية وثمانين إذن نلاحظ أنها محصورة من التسعين إلى المية والثمانين ولكنها أكبر من التسعين وأقل من المية والثمانين إذن نلاحظ معي هذا الشكل حدد معي الزوايا المنفرجة هل هذه زاوية المنفرجة؟ ممتازين زميلكم يقول هذه زاوية المنفرجة لأنها أكبر من التسعين هنا هي أكبر من التسعين وأقل من المية والثمانين وكذلك هذه الزاوية زاوية المنفرجة وهذه الزاوية ماذا نسميها؟ حادة ممتازين وهذه أيضا حادة صحيح إذن كم لدي زاوية المنفرجة؟ إذن يوجد زاويتان المنفرجة سؤال آخر أوجد عدل الزوايا المنفرجة في الشكل الرباعي التالي على من المملكة العربية السعودية من يعطني تعريف الزاوية المنفرجة؟ أبطال الزاوية المنفرجة قياسه أكبر من 90 درجة وأقل من 80 درجة لاحظوا معي جيدا الزوايا في الأطراف هنا إذن نلاحظ أن هذه الزاوية قائمة وهذه الزاوية قائمة وأيضا هذه الزاوية قائمة وهذه الزاوية قائمة إذن الزاوية القائمة تسعين بالضبط ولكن الزاوية المنفرجة ذكر أنها أكبر من التسعين إذن هل يوجد زاوية منفرجة هنا أبطال لا يوجد إذن لا يوجد زاوية منفرجة في هذا الشكل دعونا ننتقل أيضا إلى سؤال آخر أي الجمل التالية صحيحة وأيها خطأ أكتب صح أو خطأ سأكتب أمام كل جملة إما صحيحة أو خطأ مع ذكر السبب كل مربع متوازي أضرع أعرف معي المربع المربع جميع أضلاع متطابقة صحيح ولكن أيضا من خصائصه أن كل ضلعين متقابلين متوازيان صحيح ومتوازل أضلاع تعريفه أن كل ضلعين متقابلين متوازيان أيضا ومتطابقان إذن يلاحظ أن بينهما خصائص مشتركة فيمكن أن أطلق على أن كل مربع متوازي أضلع إذن صحيحة في المربعات جميع أضلاع المتقابلة متوازية فقرة باء كل مستطيل مربع أعرف معي المستطيل المستطيل يقول لك أن كل ضلعين متقابلين متطابقة والمربع المربع يقول لك أن جميع أضلاعه متطابقة إذن هل كل مستطيل مربع؟ خطأ لأن المستطيل الذي لا تتطابق أضلاعه جميعها ليس مربع عندما يكون المستطيل أضلاعه متطابق لترسمي مربع ولكن ليس كل مستطيل مربع فقرة جيم بعض المعينات مربعات لاحظ معي ذكر بعض المعينات مربعات المعين من خصائص المعين أن جميع أضلاعه متطابقة وأن أضلاعه المتقابلة متوازية ونأتي للمربع جميع أضلاعه متطابقة وأضلاعه المتقابلة متوازية إذن نلاحظ أنه صحيح لأن المعين الذي زوايا قوائم يكون مربع عندما يكون المعين له زوايا قوائم فيعتبر مربع سؤال آخر أيضا سمى الشكل الرباعي الذي يتصف بما يأتي أعطاني الآن وصف ويريد مني تسمية هذا الشكل فيه زوجان من الأضلاع المتوازية لاحظ جيدا فيه زوجان من الأضلاع المتوازية زوجان يعني أن كله ظلعين متقابلين متوازيان ما هو اسم هذا الشكل؟ ناخد تمثيل له هذا هو متوازي الأضلاع والمستطيل والمربع والمعين إذن الأشكال التي لدي متوازي أضلاع مستطيل مربع معين فيه زوجان أضلاع المتوازية هذا يقصد في أن الظلع هذا يوازي هذا الظلع ومقابل له وهذا الظلع يوازي هذا الظلع مقابل له وكذلك ينطبق على هذه الأشكال إذن لديه هنا متوازي الأضلاع والمستطيل المربع والمعين فقرأتباء فيه زوج واحد من أضرع المتوازية ناخده تمثيل ماذا يسمى؟ شبه المنحرف فيه زوج واحد من أضرع المتوازية دعونا الآن بعدما استعرضنا هذه الأمثلة والتدريبات والتقويم نلخص درس اليوم تعلمنا اليوم تعرف خصائص الأشكال الربعية فلديه هنا المستطيل كل ظلعين متقابلين متطابقان جميع الزوايا قائمة كل ظلعين متقابلين متوازيان وكذلك المربع جميع أضلاعه متطابقة جميع الزوايا قائمة كل ظلعين متقابلين متوازيان وأيضا لديه هنا متوازي الأضلاع كل ظلعين متقابلين متطابقان وكل ظلعين متقابلين متوازيان وأيضا لديه هنا المعين جميع أضلاعه متطابقة وكل ظلعين متقابلين متوازيين وأيضا لديه هنا آخيرا شبه المنحرف ضلعان فقط من أضلعه المتقابلة متوازيا إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أسأل الله لقد لكم التوفيق والسداد